اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قد لا تكون حقيقة ولكن نريد ان نفقها يعني من معانيها كان هناك ملك من ملوك الزمان يعني له وزير محبب الى قلبه يعني كان مقرب منه كثير وهذا الوزير اي تصرف يحصل يعني مع الملك بقول له لعله خير لعله خير يوم من الايام قطعت اصبع الملك عن طريق الخطأ فقال له يا سيدي لعله خير قال كيف لعله خير وقطعت وبترت اصبعي فأودى به في السجن لما دخل الوزير السجن قال لعله خير تنضي الايام ويذهب الملك مع حاشيته الى الصيد وينزل المطر الكثيف ويعني يتوه الموكب الخاص بالملك ويدخل الملك الى قرية من القرى ويأخذوه اسيرة هذا الملك ارادوا ان يقربوه ان يقدموه قربانا الى الالهة لما اتى امير تلك القرية او زعيم تلك القرية نظر اليه واذ اصبعوه مقطوعة قال هذا لا يصلح ان يكون قربانا قال له خدوه رجعوه ما بدنا ياه هذا لا يصلح ان يكون قربانا تذكر ذاك الملك تلك المقولة التي قال له الوزير انه لعله خير طلعت قطع الاصبع خير طبعا لما عاد واخرج الوزير من السجن قال له كلامك صحيح ولكن اريد ان اعرف لما دخلت السجن انت قلت لعله خير قال له يا سيدي لو كنت معاك في ذاك المكان لاخذوني بدل منك لذلك كان دخولي الى السجن خيرا كم من انسان يسعى يعني يريد ان يناطح القدر في شيء ويراه انه خيرا وهو شر وقد صرفه الله عنهم نحن نقرأ في سورة الكهف وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا أيها الأخوة الكرام لذلك كم من انسان يسعى لتصرف في حياته ويرى انه في هذا التصرف خير والله عز وجل يعني يرى غير ذلك الآن من درسين ثلاثة حكيت عن الاستخارة طلب من الله عز وجل لانه هو يعلم وأنت لا تعلم كم من انسان حالت الاستخارة بينهم وبين مثلا زواج بس هو هلا ما له عرفان أنه هذه النتيجة لما تمر الأيام وتمر الليالي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون قصة أخرى أقصها على مسامعكم كان هناك طالب هذه القصة حقيقية كان هناك طالب في جزيرة من الجزر جزيرة يعيش فيها الناس شلون جزيرة أرواد أو ما مثلها يعني وأراد أن يذهب إلى امتحان في الجامعة لما أراد أن يركب في السفينة وإذ قد انتهى وامتلأت أراد أن يناطح القدر وقال لهم عندي امتحان وإذا لم أذهب إلى الامتحان ولكن قالوا له الأمر كله يعني أغلق وامتلأ المكان جلاس يتحسار على نفسه أن الامتحان ذهب عليه مشت السفينة مشت الباخرة القارب ما هي إلا دقائق حتى يأتي موج يعني متلاطم ويغرق القارب بمن فيه هذا هذه حقيقة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون الآن نحن في أزمة كورونا إن شاء الله تكون خلصت هلأ كثير من الناس نظروا لهذا الوباء أنه يعني انتقام من الله لعباده وكذا 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 أنا أراه أنه عسر 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 يعني أتى على الناس بضائقة بفقر بكذا أنه عسر ولكن بعد العسر تيسيره إن مع العسر يسرى سيتبين لنا بعد شهور وبعد سنين أن هذه الأزمة التي أتت على البشرية جمعاء هي خير للناس وخير للمسلمين وخير لعباد الله الصالحين بكرة حنتعلم مننا دروس تعلمنا في هذه الأزمة في الأربعين خمسين يوم اللي جلسنا ببيوتنا أشياء ما كنا نفكر أن نتعلمها عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون أم سلمة أم سلمة صحابي من الصحابيات رضي الله عنها وأرضها حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم جرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها خلفني خيرا منها يعني إلا أجرها الله عز وجل في تلك المصيبة الأجر والثواب وأخلفها خيرا مما كانت عليه لما مات زوجها جلست إلى نفسها قالت يعني مين بده يعوضني هلا مين بده يكون العوض بدل أبو سلمة أبو سلمة كان لطيفا كان خلوقا كان كريما كان ما كان يعني صارت يعني هيك تراود نفسها أنه كيف راح راح الخير ولم يبقى إلا الشر بالنسبة إلها أتعلمون من تقدم لها تقدم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصداق هذه الآية لذلك بدنا نتوكل على الله عز وجل عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون هناك صحابي اسمه ثمامة 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 معروف هذا كان سيد في قومه يوم من الأيام أسر وأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأسر بنظر الإنسان أنه هو شر شر مطلق ولكن ثلاث أيام من الأسر كانت سبب إيمان ثمامة هو يقول بنفسه الحمد لله الذي أسرت وأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليت من حرم نعمة في الحياة يدرك معنى هذه الآية في أشياء الله عز وجل حالة بيننا وبينها هلأ الله ليش يحول بيننا وبين كثير من النعم مثل أنت ما بتحول بين ولدك وبين أشياء حفاظا عليه يعني أنت هلأ إذا كان هو بحمية ما بتعطي كل الطعام لو كان طعام طيب ليش حفاظا عليه ليت من حرم نعمة يدرك معنى هذه الآية ليت من حرم الولد يدرك أن الله عز وجل يعني الله عز وجل ذكرها في القرآن الكريم في القرآن الكريم لما الله عز وجل قال حكاية عن سيدنا موسى قال له أخرقتها لتغرق أهلها لقد كسرت العصى في السفينة لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال إنك لن تستطيع معي صبرا اللي يحرم نعمة الله عز وجل حرم النعمة رحمة به لأنه في المستقبل القريب أو البعيد لو كانت هذه النعمة عنده لذلك إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ومن إذا أغنيته طغى النبي عليه الصلاة والسلام لما كان صلح الحديبية صلح الحديبية ويعني تمادوا في الشروط والنبي عليه الصلاة والسلام رضي قاله بدنئيم بسم الله النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال له اكتب مثل ما بدك بسم الله أو بسمك اللهم قالوا نئيم محمد رسول الله وحط محمد بن عمد الله رضي سمى الله هذا الصلح فتحا الآن الصحابة ما رضيوا يعني بفهم الذي لم يرتقي إلى فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هاي شروط مجعفة سمى الله عز وجل هذا الصلح فتحا فقال وأنزل فيه سورة من القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا لذلك الإنسان يتوكل على الله في هذه الحياة يمكن الأمر اللي انت شايفه شر يمكن يكون فيه خير الله لأنه ما عنده إلا خير المطلق هاي الكورونا اللي نحن شايفينها أنا أرى أنه فيها خير كبير لهذه الأمة لأنه عسر وبعد العسر يسرين بكرة حتشوفوا الناس شلون حيدرسوا يعني شلون المسلمين كانوا أول الناس بالمساعدة والمسلمين هن أبعد الناس عن الإصابة بإيش بهذا المرض لطهارتهم لنظافتهم لتوكلهم على الله عز وجل لالتزامهم ويقينهم بالله عز وجل أيها الإخوة الكرام أنا أعيد على مسامعكم أهم المحاور الأساسية في هذه الآية قول الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم يمكن الخير مكمون في الشر ولكن أنت لا تدري في خير الله مخبيه كثير كبير لهذه الأمة هي أن الإنسان يسعى في شيء ظاهره شر وباطنه خير ويمكن أن يكون العكس وكم من إنسان حرم من نعمة ووراء هذا الحرمان إنما هو عطاء من الله عز وجل لذلك دعها ربانية تجري وعلى الله فليتوكل المؤمنون أسأل الله عز وجل لي ولكم أن يجعلنا وإياكم من الموفقين الأخيار ربنا تقبل منا بسر الفاتحة بسم الله نبدأه وننهيه بحمد الله وقبل العين يقرأه فؤاد جل من سوا مصاحفنا مطهرة وبالمعنى مزينة بها الآيات بينة ونهدأها بحمد الله